ورغم اغتلاف العراقيين والعرب والأعاجم في أمر الراحل صدام عسين بين محب متعصب متشدد في حبه وبين كاره أبدي ومتطرف في كرهه فبكل المقاييس لا يمكن للمحايد العادل أن ينكر أن للراحل حسنات وأن له شطحات وزلات وسيئات ولكن الذي يتفق عليه كثيرون هو أن كل ما حدث للعراق والمنطقة منذ يوم 8 نيسان 2003 وما بعده كان من فعل رجل واحد بدأ مستبدا ثم أصبح طاغية ساهم العراقيون بالملايين وعرب كثيرون في صنعه مهما قيل ومهما يقال وقد كتبت وسوف تظل تكتب عنه وعن سيرته السابقة واللاحقة أطنان من الدراسات والمقالات والشهادات بعضها صحيح وكثير منها ملفق ومختلق بدوافع متنوعة حزبية أو طائفية أو عنصرية وبدون أي شك ودون جدال صدام حسين حاكم استثنائه وشخصية درامية بامتياز فمن آخر الصفوف من بيئة اليتم والفقر والإهمال تمكن بذكائه الاستثنائي وبشجاعته وصلابته من الصعود إلى حيث يحكم دولة بحجم العراق وفي أغنى مراحل تاريخها موقعا جيو سياسيا ومالا وشعبا وثروة لم يكن أحد في قرية العوجة وتكريتي يناديه باسم صدام مع تجديد الدال بل صدام ويعني الصدام أو المصادمة ولم يتحول اسمه إلى صدام التكريتي إلا بعد اغتيال قريبه الشيوعي سعدون الناصري واتهام صدام باغتياله واستماع محكمة المهداوي إلى شهادة شقيق القتيل والشتائم التي صبها رئيس المحكمة فاضل عباس المهداوي والمدعي العام على صدام ثم عاد فاضل المهداوي رئيس المحكمة العسكرية الخاصة وماجد محمد أمين المدعي العام إلى شتم صدام على الإذاعة والتلفزيون على أثر اتهامه بالمشاركة في محاولة اغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم صدام حسين من فرع آل المجيد المتفرع من البناصر وأغلب أقاربه عاشوا في قرية العوجة التي تبعد عن تكريت جنوبا 11 كيلومترا البعض منهم قد امتهن الزراعة ومنهم إبراهيم الحسن زوج أمه سبحة الفاح أما الباقون فعاطلون عن العمل يعانون من الجهل والفقر وقلة منهم تمكنت من الخروج من القرية إلى المدينة والنجاح فيها وللتاريخ أثبت هنا حقيقة عن صدام من أيام الصبا والشباب على الأقل حسب علمي فقد كان مخلصا في صداقته وشديدا في عداوته أذكر أن لنا جارا في تكريت اسمه زكري جاءني ذات يوم وهو مرتبك وقال لي إن أحد المنافقين أبلغ صدام بأن ابني شتمه وأخاف من انتقامه فنحن لسنا بقادرين على عداوة أهل العوجة ورجاني باعتبار من أصدقائه الدائمين أن أبلغه بكذب هذا المدعي وبأن ابني مستعد لمقابلة الواشي أمامه ليتأكد من الحقيقة يعني أن صدام وهو لم يبلغ العشرين من عمره بعد كان مهابا في المدينة وضواحيها ذات يوم كنا نعوم ونمارس رياضة رمي الثقل على شاطئ نهر دجلة في العوجة أفلت من يدي المبلل بالماء حجر كبير فأصابه في الجانب الأيسر من جبينه فسقط على أثره مغمن عليه وبعد أن أفاق أبلغني وأبلغ المرحوم عدنان خير الله بأن نقول إذا ما سأل أحد أقاربه عن سبب الإصابة إن قدمه زلت به وسقط وذلك خوفا علي من الانتقام لعوذ القيادة القطرية وعوذ مجلس كلادث الثورة السابق سلاح عمر العلي توصيف لشخصية صدام عسين فيه كثير من الصحة ففي رأيه أن صدام كان شخصين في شخص واحد فحينا ترى فيه الشخص اللطيف المهذب الذي يحترم محدثيه ويستمع إليهم بود وحينا آخر تجد فيه العنيف القاسي المستعد لقتل خصمه دون تردد أما أنا وبحكم رفقة الطويلة معه فأجعله ثلاث شخصيات لا تشبه الواحدة منها الأخرى الأولى شخصية الريف العراق الطيب الكريم البسيط المسامح الممتلئ نخوة وشهامة والثانية شخصية المتوثب المتمرد العروبي المتعصب والمعبأ بقصص خاله خرالة الفاح عن الرجول والشجاعة ورفض الإهانة وأخذ التار أما الثالثة فهي الشخصية التي تشكلت بعد مشاركته في محاولة اغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم وهربه إلى سوريا وسكنه في شقة صغيرة مع قادة حزب البعث العراقي واكتشافه أنهم ليسوا أذكام ولا أشجع ولا أكثر صلابة وإقدام وجرأة وهنا ولدت شخصية السياسي الطموح المطالب بالمزاوجة المتقنة بين قيمه البدوية والقروية النائمة في أعماقه وبين أخلاق السياسة وقيمها المدنية وتقوسها وموازينها والشهادة لله لقد أجاد صدام المواءمة بين النعوم والخشونة وبين الحب والكره وقد ظهرت هذه الشخصية بوضوح بعد أن تولى منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة في تشرين الثاني 1969 ففي النهار يستقبل المواطنين ويستمع لشكاواهم ويلبي طلباتهم ويزور منازل فقرائهم ويعطف عليهم وفي الظلام يدبر ويخطط وينفذ حملات تسقيط أعداء الحزب والثورة ثم بعد ذلك أعداء القبيلة ثم أعداء الأسرة الحاكمة وأخيرا أعداءه وخصومه حتى لو كانوا من أقرب الناس إليه لعل أهم سؤال أغفله كثيرون من المحللين والمؤرخين هو من الذي صنع صدام حسين ووضعه على طريق الصدارة المطلقة في الحزب والدولة دعونا نبدأ الحكاية من أولها صدام لم يكن يفكر بالانتماء إلى حزب البعث قبل عام 1959 فقد كان لغاية عام 58 يضيق بنا نبي النجم وعدنان خير الله ونزار الناصري وعطى محي الدين وأنا حين نتحدث عن الحزب والسياسة وهمومها وأستطيع أيضا أن أحدد بدقة تاريخ دخوله إليه في أوائل عام 1959 وهو أبن الثالثة والعشرين نصيرا متدربا ثم كلف حتى قبل أن يصل إلى درجة نصير بأن يشارك في أخطر عملية مصيرية يقدم عليها الحزب وهي محاولة اغتيال الحاكم الأوحد عبد الكريم قاسم موسيقى 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 وفجأة وجد النصير المتدرب صدام عسين نفسه في سوريا يردد شعار الحزب ويصبح عضوا عاملا بحضور أعضاء أعلى قيادة في الحزب وفي سوريا ثم في القاهرة كان لاجئا سياسيا مع رفاقه البعثيين الذين شاركوا معه في محاولة اغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم وكان السائد آنذاك أن إطلاق النار على الزعيم عمل بطولي يجب على الحزب أن يعتبره ويعتبرهم من الأبطال المستحقين للتكريم أو على الأقل للشكر والعرفان ولكن القيادة القطرية الجديدة لحزب البعث فرع العراق بقيادة علي صالح السعدي حكمت على تلك العملية بأنها حماقة ألحقت بالحزب أضرارا كبيرة وبالتالي فإنها لن تكافئ القائمين بها آيات سعيد ثابت وخالد علي صالح وأحمد طه العزوز وسليم الزيبق وعلي حسون وحاتم حمدان العزاوي وعبد الكريم الشيخري وصدام حسين وسمير عزيز النجم وعبد الحميد مرعي وعبد الوهاب الغريري وتأسيسا على ذلك كان يمكن أن يعود صدام من القاهرة بعد انقلاب حزب البعث في شباط 1963 ويصبح واحدا من بعثيين كثيرين أنعمت عليهم القيادة الجديدة بوظائف مجزية في الدولة ثم طواهم النسيان من قلاب عبد السلام محمد عارف ورفاقه الآخرين في 18 تشرين الثاني 1963 ولكن الذي صنع صدام حسين وأوصله إلى القمة في تقديري اثنان علي صالح السعدي أمين سر القيادة القطرية الجديدة لحزب البعث في 1963 وأحمد حسن البكر أول رئيس وزراء في انقلاب شباط 1963 وهو من أهل العوجة ومن أبناء عمومة خرلة الفاح وصدام حسين وإليكم البداية كان اتهام صدام باغتيال قريبه سعدون الناصري مسؤول الحزب الشيوعي في تكريث العامل الرئيس الذي أغرى قيادة حزب البعث بإشراكه في محاولة اغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم وبعد نجاح الحزب في الانقلاب على نظام عبد الكريم بقيادة علي صالح السعدي في 1963 عاد صدام من القاهرة إلى العراق حالما بأن يستقبله الحزب بحفاوة تليق بالأبطال وأن يعوضه بمركز متقدم في الحزب والحكومة ولو حقق له علي صالح السعدي ما كان يحلم به ومنحه ذلك المنصب لجعله أحد أعضاء فريق القيادة المدنية للحزب وحرسها القومي ولا راح ضحية انقلاب العسكريين البعثيين في 18-22-1963 ولا أصبح نتسيا منسيا كما صار حال علي صالح السعدي نفسه وحازم جواد وطالب شبيب وهاني الفكيكي ومنذر الونداوي ونجاد الصافي وآخرين ولكن القيادة استصغرته وعينته عضوا عاديا في المكتب الفلاحي التابع للحزب مع رفيقه أحمد طه العزوز في شقة صغيرة جدا تقع فوق محل لكو الملابس في الصالحية مقابل مبنى الإذاعة وكانت تلك الأيام أكثر الأيام التي شهدت لقاءاتنا اليومية المتكررة فقد زارني في الإذاعة مرات ثم فضل اللقاء في المقهى المجاور للإذاعة تجنبا لإحراجي وبتلك الصحبة في تلك الأيام بالذات تكشف لي عمق مشاعر الغضب الدفين في نفسه والكره العميق لقيادة علي صالح السعدي وآمله في إزاحتها عن القيادة حدث لقاء عفوي غير مقصود في حديقة قاعة الخلب 1963 بينه وبين علي صالح السعدي ففي حفل غناء مصري تبرعت به إذاعة صوت العرب فرحا بانقلاب شباط 1963 أقيم على قاعة مسرح الخلب ببغداد برعاية أمين سر القيادة القطرية نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام علي صالح السعدي وكنت أنا المذيع المكلف بنقل فقرات الحفل إذاعيا وتلفزيونيا وعريفه أيضا وبعد أن قدمت المطرب المصري كارم محمود على ما أتذكر توقعت أن لا ينتهي قبل ساعة على أقل تقدير فأردت أن أستريح وأن أتمشى قليلا في الهواء الطلق خارج القاعة ففوجئت بصدام وأحمد طه العزوز يقفان على جانب سلم المدخل الخارجي للقاعة يتسكعان ويتفرجان على الداخلين والخارجين وقفت أسلم عليهم وأتبادل معهم الحديث فإذا بعلي صالح السعدي يخرج من القاعة في تلك اللحظة مغادرا قبل انتهاء الحفل الذي يرعاه شاهدنا وتركنا وسار بضعة أمتار مع حراسه ثم استدار وعاد إلينا مؤنبا ومعنفا وقال ما تستحون هي هاي وقفة على طريق النسوان أما أنا فقد اعتذرت له وهممت بالعودة إلى داخل القاعة أما صدام فقد تصدى بهدوء لأمين عام حزبه وفاجأه قائلا تنقلع لأهينك أمام حراسك ورغم ما كان معروفا عن سلامة علي صالح السعدي وعنفه فقد صمت بضع ثواني أظنه حسبها مع نفسه وتأكد من أن صدام قد يفعلها ففضل تلاشي الفضيحة ثم سار وغادر المكان دون كلام بسبب هذه البغضاء المتبادلة بينه وبين قيادة علي صالح السعدي كان طبيعيا ومنطقيا أن ينخرط في أي عمل ينال من قيادة حزب البعض التي أهملت ونسيت بطولاته وتضحياته النادرة وكانت النتيجة أن شارك بفاعلية وحماس في الانقلاب الذي لا زال البعثيون يعتبرونه خيانة ويطلقون عليه اسم ردة التشرين والذي قام به عبد السلام محمد عارف والعسكريون البعثيون طهر يحي ورشيد مصلح وأحمد حسن البكر وحردان التكريتي ضد قيادة الحزب والحرس القوي وفي 18 تشرين الثاني 1963 أمر حردان التكريتي بتعيين صدام حسين مشرفا سياسيا على الإذاعة وأبن خاله عدنان خير الله آمرا لقوة حماية الإذاعة وراح هو وطارق عزيز الذي كان يعمل مترجما في القسم الإنجليزي في الإذاعة يكتبان النداءات لإذاعتها يطالبان فيها باسم القيادة القومية للعزب جموع البعثيين وأفراد الحرس القومي بالكف عن المقاومة والتعاون مع الحكم الجديد كان صدام يزورني هو وعدنان خير الله في غرفة المذيعين يوميا تقريبا ويقضيان معنا ساعات تعرف خلالها إلى بعض المذيعين وكان يتطوع أحيانا فيطلب الطعام للموجودين من مطعم قريب من الإذاعة إلا أنه لم يمكث طويلا فجأة غاب ولم يعد نهائيا بعد أن انقلب عبد السلام عارف على حردان التكريتي وأحمد حسن البكر وطردهما من السلطة الأمر الذي لم يترك لصدام قيارا سوى الهرب والاختباء بعد أن انقلب عبد السلام عارف على حزب البعث في تشرين 1963 خاف عبد السلام من غدر أحمد حسن البكر فأحاله على التقاعد وبسبب شدة الرقابة الأمنية التي فرضها عليه الطر البكر إلى إعلان اعتزاله السياسة والتفرر لأموره العائلية وقد نشرت برقية الاعتزال في الصحف العراقية كافة يومها ولكن البكر لا يمكن أن يعتزل ويستحيل أن يزهد بالسلطة فقد عقد العزم على إعادة بناء الحزب من جديد وجمع شمل البعثيين العسكريين والمدنيين والتخطيط للانقلاب ولكنه لا يستطيع وهو المحاصر بالرقابة المشددة أن يتواصل مع رفاقه الآخرين فاحتاج إلى واحد وسيط من أهله ومن عشيرته لا تشك أجهزة الأمن حين يزوره في داره من حين إلى حين ليحمل رسائله الشفائية إلى البعثيين المطلوبين لكن ذلك الشخص كان خرلة الفاح أولا ثم ابن أخته صدام حسين وهذا ما جعل صدام يربط مسيرته الحزبية والسياسية والحياتية بجناح أحمد حسن البكر وحردان التكريتي وطاه ريحية وحماد الشاب ورشيد مصلح حتى النهاية ثم شاءت الظروف المواتية وساعد قائد الحرس الجمهوري إبراهيم الداود ومعاون رئيس الاستخبارات العسكرية عبد الرزاق النايف وآمر دبابات القصر الجمهوري سعدون غيدان على أن ينجح هذا الجناع في الانقلاب على الرئيس المسالم البسيط عبد الرحمن محمد عارف ويتمكن من العودة إلى السلطة بعد خمس سنوات ليبدأ صدام حسين مسيرة السعود بسم الله الرحمن الرحيم أيها الشعب العراقي الكريم لقد تم بعون الله القضاء على حكم عدو الشعب عبد الكريم قاسم وزمرته المستهترة التي سخرت موارد البلاد لتطمين شهواتها وتأمين مصالحها فصادرت الحريات وجاسة الكرامات وخانت الأمانة وعطلت القوانين واضطهدت المواطنين إن جميع الأمور في الدنيا نسبية فقد كان الحكام جميعهم عبر التاريخ الطويل يشرعنون مجازرهم ومقابرهم الجماعية دائما بحماية الوطن والدين وسلطة القانون كما كان معارضوهم الذين يقتلون جنوده وضباطه باسم حماية الوطن والدين وسلطة القانون أيضا وقلنا سابقا إن في داخل صدام حسين شخصية الريف المسالم الوديع وفيه أيضا شخصية المتمرد العنيف القاسي المتأهب دائما للفتك بأعدائه ومعارضه دون ترد وهنا نسأل من الذي أيقظ في داخل صدام حسين شخصية الدكتاتور المصمم على مكاسرة معارضه ومنعهم من سلب السلطة منه وهل كانت سخونة دكتاتوريته تتزايد بقدر ما تتزايد به نشاطات أعدائه الداخليين وأعدائه الخارجيين وأضع السؤال بصيغة أخرى هل إن أفعال المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وحزب الدعوة هي التي جعلت من صدام مشروع دكتاتور أم إنه كان دكتاتورا من الولادة ثم أعطته السلطة والتروة فرصة البطش بخصومه ثم ساهم نفاق بطانته وهتاف الملايين بحياته في رفع مناسيب هذه الدكتاتورية إلى ما تسبب بقراب البيوت ويقال في هذا المجال إن تعظيم صدام لم يكن سوى خلل نفسي لدى الذين عظموه والسؤال الآخر المهم هل كان في الإمكان أن يتصالح صدام مع معارضيه العراقيين ويبطل مفعول التغلق للخارج العدواني في شؤون العراقيين فيريح ويستريح وصيغة أخرى من السؤال هل كان التدخل الخارجي في شؤون المعارضة العراقية السابقة مسؤولا عن حقد صدام على طائفة معينة وعلى قومية معينة أم إنه كان طائفيا وعنصريا قوميا من طفولته ولكنه جعل ارتباط أعزاب المعارضة مع إيران وأمريكا وإسرائيل حجة وذريعة لممارسة طائفيته وعنصريته المفرطة الله أعلم قرأت الكثير حول صدام لكن الأهم فيما قرأته هو ما قاله علماء التحليل النفسي والاجتماعي بعد رحيله المدوي على يد حزب الدعوة وأمريكا وإيران حين اعتبروه ديكتاتورا ناجحا أسقطه جبروته وشجاعته وسطوته في المنطقة شكرا